قصص ماشا المرعبة أصدقاء الأعزاء سأحكي لكم اليوم حكاية لكنها مرعبة جدا ومخيفة وهي عن فتاة تخاف من الأطباء كثيرا وعن الأشياء الفضيعة التي حدثت معها ذات يوم في إحدى الليالي كانت سيمة تعد العشاء لألعابها أحضرت معجون الألعاب ومن اللون الأسود أعدت اللحم وأعدت لهم أيضا بعضا من حساء المعجون وردبت ألعابها على المندضة لكي تطعمهم قدمت قطعة للجد وقطعة للجدة وواحدة للأم إلى أن وزعت للجميع في النهاية أطعمت الطفلة سيمة كل ألعابها وهي أيضا أكلت معهم حان وقت النوم استلقت سيمة على سريرها لكنها لم تستطع النوم فقد كانت معدتها تقرقر مثل صوت الغليان كان عليها أن تخبر أمها في أقرب وقت ممكن لكنها خافت لأنها إن فعلت فأمها ستحضر الطبيب بسرعة وسيكون هذا مخيفا لذا لم تخبرها ستقوى معدتي إن احتملت الألم وفجأة سمعت سيمة صوتا قريبا جدا كأنه صوت بكاء رفعت رأسها وهي في السرير محاولة أن ترى من الذي يبكي في غرفتها فلم تجد أحدا هناك إلا لعبتها العزيزة لويزة تقف في الزاوية وعندها تحت ضوء القمر لحظت أن عينيها الزجاجيتين الكبيرتين مغمورتان بالدموع وفجأة سمعت صوت أنين يأتي من تحت سريرها فألقت نظرة ورأت دبدوبها الذي كان يأن من ألمه آه يا بطني آه يا بطني وفي الوقت نفسه رأت كل ألعابها تأمن وتتألم فيما تصلي بالإسعاب بطولنا تؤلمنا من معجون اللحم وحزاء المعجون خافت سيمة وبدأت ترتجف كيف لها أن تحضر الإسعاف وهي ترى أن الأطباء هم أكثر شيء مخيف في العالم إن جاء الطبيب من أجل حال طارئة فأنا واثقة بأنه سيصف لنا جميعاً دواء مر المذاق سيجبرنا على مد ألتنتنا وبلا أي رحمة سيقحم ملعقته داخل أفواهنا والذي يبكي ويقاوم سيمسك به الطبيب ويمضي به إلى المستشفى ولكن الألعاب لم تكترث لمن سيأتي أو إلى أين ستذهب آه يا بطني آه بطني دلمني كثيراً بكت الألعاب بلا توقف وازداد ألم بطني سيمس دياداً برأت معه بالهديان فرأت أشريطة وردية وزرقاء وبعض النقاط البرتقالية وغيوماً خضراء وأيضاً رأت تنانين وردية تأكل كعكاً وهي تطير حول الغيوم الخضراء صارت تقول سيمة في نفسها انظر إلى كل ذلك الكعك الذي أكلته التنانين وبعدها فقدت الوعي وبعد مرور بعض من الوقت استعادت سيمة وعيها لمست بطنها فلم تكن تؤلمها فتحت سيمة عينيها ولم تكن تعلم كيف وصلت إلى هذه الغرفة الغريبة ذات الجدران البيضاء نظرت حولها فوجدت زر مضيئاً فضغطت وفجأة فتح الباب دخلت سيدة ترتدي زيان أبيض كلعبة الثلج وقفت تلك السيدة الرائعة وهي تبتسم ظنت سيمة أنها تتخيل أشياء غريبة لم تكن تلك لعبة ثلج كما ظنت بل كانت طبيبة ولم تعطي سيمة دواء مرًا ولكنها مسحت رأسها ولمست بطنها وقالت لسيمة كان من الأفضل أن تأكل البرتقال بدلاً من معجون اللعب يا صغيرتي فلو لم تأكل تلك الأشياء لم أسعفك بسرعة إلى المستشفى يبدو أن المستشفى ليس مخيفاً كما ظننت قالت في نفسها تلك الطبيبة اللطيفة لن تكن مخيفة حسناً لن أخاف منها ثانية سأخبرها دائماً بما أشعر هذا صحيح لا تخشو الطبيب بل الطعام فكما تعلمون ليس كل من صف السواني يقال له حلواني الكبار أحياناً يشعرون بالخوف أجل إنهم يخافون مثلكم كانت هناك جدة لطيفة تخاف أن لا يحب حفيدها طبخها كانت تعد وجبات جديدة لتجعله يحب طبخها ومهما فعلت فإنه دائماً يكره الطعام الذي تعده أهذه فطيرة؟ لا 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 أعدت له شيئاً آخر وقدمت البندورة لكنه رفض وصرخ عالياً لا أريد أكل البندورة فأنا لا أحبها أريدها مغطاة بالشوكولات وبعدها رمى البندورة على الحائط ثم وقعت البندورة على الأرض وكان الأثر الذي تركته على الحائط بقعة حمراء كبيرة وبقي الفتا يرفض كل الطعام الذي تقدمه إليه جدته ومرت النظر حوله فلم يجد جدته وفي لحظات تحولت حياته إلى كابوس مخيف جداً شعر بخوف شديد لم يعتد البقاء وحده في البيت وأخذ ينادي جدته جدتي أرجوك يعودي أنا أرتجف من الخوف لم ترد عليه جدته فقال في نفسه لا 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 أيعقل أن بقعة البندورة سحبت جدتي كما تفعل المكنسة الكهربائية؟ هذا ما ظنه الفتى المسكين كان البيت هادئاً الثلاجة وحدها كانت تصدر أصوات غريبة وكأنها أصوات معدة تحاول هضم الطعام الذي في داخلها كانت الستائل مسدولة تمنع الضوء من الدخول وفي ذلك الظلام لم يرى سوى بقعة البندورة التي تقطر على الأرض قرر أن يمسح تلك البقعة الحمراء المرعبة ولكن حدث شيء مخيف للصنبور إذ صار يهتز ويرجف وينفس وينفخ خاف الفتى كثيراً وصار يرتعد من الخوف لا شك أن وحشاً نهرياً مخيفاً في الأنابيب يريد أن يلتهمني جدتي أنقذيني أنا خائف جداً ولكنها لم ترد عليه مسكين كانت الريح تعصف في الخارج فأغلقت النافذة بقوة حتى كادت تكسر السجاج ما هذه الريح القوية والأصوات المخيفة لعل هناك وحشاً طائناً يصطاد في الخارج ويحرك هذه الرياح وبعد ذلك صار الجو يبرق بشدة والرعد يدوي يبدو أنها كانت عاصفة قوية في تلك اللحظة سمع صوت جرس الباب يرين تجمد الفتى من الخوف لا شك أن الوحش وصل لا لن أفتح الباب وعندها سمع صوت مفتاح يحاول فتح القفل لا سبب يدعو إلى الخوف فأنا فتى كبير أمسك بالمكنسة واستعد لكي يدافع عن نفسه تقطق القفل وفتح الباب من الذي أتى؟ إنها جدته مرحباً يا عزيزي أحضرت بقرقشات لذيذة لحفيدي المفضل هيا تعال ألا تريد أن تأكل؟ أفرغت الجدة محتوى الكيس كعكات وبعض الفراولة والموز والمثلجات اللذيذة حتى إنها أحضرت له بندورة مغطاة بالشوكولات قلقت عليك كثيراً لأنني تركتك وحيداً ولكنك لن تخاف من البق والرعد أجل يا جدتي ولماذا أخاف وأنا كبير؟ وذهب الفتى لينظف المكان الذي رمى إليه البندورة قررت أن أساعدك على التنظيف يا جدة ولن يخيفني شيء فقد صرت كبيراً ولألا تختفي جدته ثانية مسح البقعة الحمراء من على الحائط للكبار واجبات كثيرة داخل المنزل وخارجه إن بقيتم وحدكم فلا تتذمروا بل ابدأوا بالعمل لكي تبعدوا الخوف عنكم أمسكوا بالمكنسة ونظفوا غرفكم والأهم ألا ترموا الطعام فهو نعمة من الله عجباً عجباً وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن واحد اثنين ثالثة أربع رسوم متحركة سأضغط على المايكروفون سأقول ماشا والدوب الأمر بسيط جداً والأهم حاول فعلها اشتركوا في القناة